ويطلع الأستاذ عمر أديب بعد مباراة الزمالك وجونا عشان يقولي الكلام اللي هتسمعوه مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية بفهم في حياتي أن أي خسارة لها معنى أي خسارة بيبقى ليها سبب أي خسارة بيبقى ليها حد قوي فتخسر منه حد يعني له سبب معين فيضيع لك حلمك إنما نعود عمري كله وأنا داخل على الستة وخمسين منهم خمسين سنة بشجع فرقة بتضيع لأسباب غير مفهومة ودائما وأبدا تكون متقدما بالنقاط وبالمدرب وباللعب وبالهندسة وباللعيبة وبعدين فجأة يحدث شيء غير مفهوم يبدو أنا واقف مكاني بقى لي خمسين سنة أنا في ربع ابتداي بتفرج على فاروق جعفر وحسن شحاته وعلي خليل نقطة أنا ما شفتش الدوري من قبل ما يختروا على ايفون طب هو رجل له مضاق طبعا وسأل سؤاله أنا شجعت سنة جاي ليه طبعا الأستاذ عمر يعني ولذلك ساعت أغفر له لما يخصوا عن نادي الأهلي في لحظة ناشوة كده ما يلاقي بريقة أمل ويبتدي ياخد الغرور وأسف يعني ياخدوا الثقة ويبتدي يعلق على نادي الأهلي فبعذوره بعذوره من حقه يعيش لحظات استمتاع لأنه هو على طول كده أنت شفت اللقطة بتاعته ابتدت إزاي الراجل ده يا أخوانا أستاذ عمر أنت لماذا لم تتجه إلى التمثيل أنت عبقرية عبقرية في التعبير يعني وحقيقة دمه خفيف